اهلا بكم حبيبي طلبة طلاب الصف الاول الاعدادي مرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج عالم الكمبيوتر اللي بنتناول من خلاله شرح المنهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الاول الاعدادي في الحلقة اللي فاتت حبيبي او في الثلاث حلقات اللي فاتت اتكلمنا عن برنامج سكراتش وده مقرر الوحدة الاولى في الفصل الدراسي التاني استنادي ان شاء الله واتكلمنا عن ازاي نزلنا عملنا داون لود للبرنامج او لو كنا هنشتغل اونلاين يبقى على الانترنت ممكن ندخل على الموقع الرسمي للبرنامج وابدأ اصمم المشروعات والالعاب بتاعت الجميلة ايوا واتكلمنا عن هو ايه هو برنامج سكراتش ببساطة كلغة برمجة بسيطة بتعلمنا مبادئ البرمجة ولكن غير مكتب كوت بايدي انا جاست فقط بستخدم جمل مكتوبة جاهزة بدرج انددروب بكون الاسكريبت بتاعي بالزبط كأنها شغل السينما بالزبط انا بكون الاسكريبت علشان كل شخصية من الشخصيات اللي هتبقى موجودة على الستيج ييس انا فاكر فاكر معاكو حبيبي لما تبقى كل شخصية على الستيج لها دور معين يبقى الاسكريبت بتاعها ايه المخرج بيحدد لها ويقول لها انت هتقول كذا ولما تسمع صوت ايه ترد وتقول ايه وهكذا تمام واتكلمنا كمان عن بدأنا نعمل مشروع بدأنا نعمل مشروع اتكلمنا عن ازاي نعمل مشروع جميل كليعبة بسيطة يبقى عبارة عن طفاح بيتساقط من اعلى الاسفل ونبدأ بطبق بسيط كده نعمل collecting او تجميع للطفاح ده ومين اللي يفوز وحقق تقدي ايه ايوه بالزبط حبيبي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض البرنامج بتاعنا او المشروع بتاع الليعبة الجميلة بتاعتنا نبدأ دلوقتي مع بعض ونشوف كده على شاشة اللابتوب بتاعتنا نفتح برنامج سكراتش معايا حبيبي هروح اضغط على الايكونة على طول لبرنامج سكراتش موجود معايا عشان اشغل البرنامج تمام زهرت لي الشاشة بتاعت البرنامج اهي على اساس الديفولت بالنسبة لها new project انا طبعا كنت المشروع اللي فات كنا حفظناه باسم my project.sp2 لو حد فاكر معايا احنا عايزين نفتحه عشان نستكمل العمل فيه فهقول file هضغط من قايمة file واختار open مش new طبعا open وهيديني دايلوك بوكس يقولي where the file هضغط على المكان اللي كنت حفظت فيه الفايل بتاعي my project.sp2 واضغط على open وبالتالي يبدأ البرنامج يعرض لي المشروع بتاعي ببساطة سريعا قلنا الاماكن والأرياس بتاعت البرنامج ان كانت ال stage على اليسار وده اللي من خلالها عرفوا ده اللي من خلالها هيتم عرض البرنامج او اللعبة او المشروع او السيناريو بتاعي هيتم ازاي والشخصيات هيكون على ال stage دي وبعد ما نكون انا من الضرائر اللي تحت دي حبايب نشوفها مع بعض كده ايوة في الكورنر اللي تحت خالص مين اعمل ايوة zoom zoom in او zoom قوت عشان اكبر الرؤية في منطقة ال script علشان حبايب يشوف تعني جرب مع بعض كده انا بقامل zoom in جهو ايوة اهي يبقى ال script بتاعي بيكبر عشان نبدأ نشوفه مع بعض تمام اتكلمنا واخدنا بعض الجمل وقلنا استوردنا sprite جديد من new sprite لو حد فاكر معي اهي new sprite من اين طبعا اهي عندي four options او اربع خيارات اما choose sprite from library الموجودة مع البرنامج او انا هرسم paint new sprite او هستورد upload sprite from file انا عندي بالفعل sprite موجودة على اي وسيط تخزين عندي على الكمبيوتر هبدأ استخدمه على طول او from web camera او الكاميرا بتاعت الجهاز عندي انزل sprite عشان نبدأ نشتغل مع بعض تمام؟ طيب بالفعل انا استخدمت الايكون دي وقلت as the first رحت اعمل choose sprite from library واستوردت التفاح الجميلة القابل دي على الجهاز عندي وبدأت في منطقة الـ sprite تحتهي حد شاف معايا انا عندي كم sprite عندي كم كائن عندي كم كاست في المصرحية بتاعتي كم كاست في الفيلم بتاعي انا عندي دلوقت في منطقة الـ sprite بيقول لي انت عندك one sprite الابل اسمها ابل وعندي الـ i information button لما بضغط عليه يعطيني بعض المعلومات اللي هنستخدمها بعد كده او نعدلها فيما يخص الـ sprite او الكاست الحالي ده قلنا انا عايز انُ التفاح بيتساقط من اعلى الاسفل وانا عرفت ان من اعلى الاسفل يبقى ده الاحداثي الصادي الاحداسي الصادي للكائن او من يمين يسار او اليسار اليمين بالhooting الاع porkinging انا بالنسبة للكائن بتاعتي عايزه يتساقط من اعلى الاسفل فاستخترت جملة اسمها change اهي الجملة معايا اهي لا يحد تشاف المعي change ال-y pi وعطتها قيمة القيمة دي من الثابتة طبعا متغيرة اقدر استخدم اي قيمة انا استخدمت الجملة دي علشان اتشينج الواي ايوة الاحداث الصادي للكائن لو انا قلت تشينج الواي باي قيمة مجابة 3 او 4 او 10 التفاحة هتصعد برافو عليكم حبيبي برافو عليكم بتكمله معايا هتصعد لاعلى لكن لما قلت تشينج الواي for the current sprite باي قيمة سالبة negative سالبة 10 هتبدأ الاحداث الصادي للتفاحة او الكائن المحدد يكل في ايوة بالضبط كده وهي تساقط وتتساقط التفاحة من اعلى لأسفل اخدت الجملة دي وقلت طيب انا لما حب عايز اكررها ايوة تكرار مفاهيم برمجية بسيطة نفهمها هنتعلم اي لغة برمجة بعد كده basic information او basic definitions في البرمجة انا عايز اعمل looping looping يعني هتكرر انا عايزي تشينج الواي باي سالبة 10 مش مرة واحدة طب 10 مرات اكتبها ليه 10 مرات اسحبها ليه 10 مرات يعني اعمل كده 10 مرات تحت بعض طب وليه ما انا عندي جمل تركيبات اهي من من ال script tab بروح على control افتكر معايا واختار عندي to structure او تركيبين لل looping اما repeat وده احدد فيه عدد مرات التكرار repeat واضع الجملة داخله بالتركيب كده بالزبط يبا كده هي repeat change the y by سالب 10 for the current او selected او current sprite سالب 10 كل مرة 10 مرات او 5 مرات تمام او عندي تركيبة تانية بتاعت الل looping اسمها forever اه على طول دي ما لا نهاية بقى تكرار مستمر على طول غير محدد عدد المرات وهو مستمر معايا بالزبط كده حبيبي انا جربت دي وبدأت اشتغل على forever لو انا حابب تستمر التفاحة دي ليه تهول الجمل اللي انا مش محتاجها يستمر التساقط للتفاحة ايوة يستمر التساقط للتفاحة اه على طول باستمرار اختار الجملة تانية change the y اهي وغير قيمة خليها سالب 10 وابدأ اجرب كده واقول forever تعالوا نجرب ونشوف لو ضغطت على forever يعني ايوة ال section ده او ال script ده كامل كده ايو مجموعة من الجملة اللي هي تركيبت مع بعضها هتتنفس بالترتيب بتاعها كام مرة forever ييس عدد لا نهائة من المرة طيب تعالوا نقول شلت جملة f اهي ركبت جملة change بس والت forever نزلت التفاحة بس وصلت لفين وصلت هاي التفاحة هاي معاي هاي طب اسحابها كده بتنزل الله الله اسحابها بتنزل يبقى التركيبة شغالة لكن هي فين دلوقتي وصلت لنهاية فخلاص ما عددش تعرف تعمل حاجتين ايه اللي انا محتاجه من تفاحة اه انا قلت المرة اللي فاتت زودت جملة وقلت والله يا تفاحة هانم لو if ييس اروح على control واختار جملة if اهي اهي جملة if بتقول لي لو اذا باللغة العربية اذا لو وعندي الشرط condition الشرط هنا ولو كانت نتيجة الشرط اللي يتحقق اهو معايا الشرط اهو حبيبا هفكركم بيه لو نتيجة الشرط اتحقق وقال لي true هيذن وينفس كل الجمل اللي داخل الستركيب او التركيبة بتاعت if statement دي طب لو false لو لا نتيجة الشرط ما اتحققت ينفس كل الجمل اللي خارج الif برافو عليكم حبيبا ما فهم بسيطة في البرمجة هنتعلمها مع بعض تمام انا خلاص مش عايز الجملة دي وهروح على if وابدأ اقول والله هو ايه if هتعمل هنا هقول لو الواي position اه يبقى دي value كويمة الواي position لوحدها اهي معايا اهي رحت وخطتها في اول شرط وال الشرط هيتكون ازاي رحت على yes operator الoperator script واخدت عندي كتير جدا arithmetic operator وعندي comparison operator اما ان انا عايز اعمل عملية الطرح فاستخدمت ايوة ايوة طبعا ولا عملية جمع addition operator تمام delete ولا comparison operator اكبر من او اصغر من تمام انا كنت حابب اقول والله لو كانت الواي position للابل الحالية وصلت مثلا دلوقتي انا اقدر اقراها من هنا من اعلى اليمين خالص فوق الواي position الحالي رغم ان الاسكريبت شغال سالب 196 ودي اخر حدود التفاحة مع الستيج بتاعتي ممكن تختلف القيمة دي مع مع الاسبرايتس المختلفة طبعا ممكن انا اقرأ انا المبرمج انا المخرج انا اللي هحدد واقول امتى يا تفاحة لما توصلي الفين اقرأ معايا واشوف ال position الحالي ال current position انا قرأت لقيته سالب 196 فحبيت اقول والله لو كانت ال current position الواي ما انا عندي اكس وواي انا عايز اختبر الواي لو الواي position الحالي اكوال وعشان كده استخدمت الاكوال اوبريتور وقلت لو كان سالب 196 وهو ال current position للتفاحة ايه اللي يتم انا عايز اعمل ايه القيمة التانية عملتها قيمة انا لكتبتها بايدي هروح واخد درجة ان اضرب افق اهيه اخدت ايوه ايوه ال condition كله اهو اركب اهو حد شايف معي اركب اركب كمان مرة شفتوا الوميد الابيض البسيط ده بيقول هوا ده المكان السليم لو عملت drop اهيه بالضبط اما لو كنت انا drop في اي مكان تاني من غير ما شفت الوميد الابيض ده ما تركبتش الجملة لكن اقرب بسطه وانا وانا بالضبط برافو عليكم حبيبي اف يبقى اف بتقول لي equal salm 196 هو بالفعل للتفاحة اهي اهي التفاحة معي اهي بتنزل وتوقف عن salm 196 اهي اللي تم then والله لو حصل set ال y to 198 طلع لل y فوق خالص غير لل y position بتاعت التفاحة ل198 وبعدين change ال y كمل بقى يانا هرابيض ده حاجة جملة جدا تعالوا نركب بقى اف هتبقى فين قبل الجملة بعد الجملة قبل اه تعالوا نقول قبل وركبت الجملة بتاعتي وقلت دلوقتي stop وكده هبدأ اجرب وعمل test معاك وقول forever لو التفاحة كل مرة هتسقط ويتنفذ ال script بتاعي forever the first time اللي هيتم هيبدأ يقرأ الجملة الاولى جملة if هل لو if اذا لو ال y position بتاعت التفاحة الحالية وصلت لسالب 196 طب هي دلوقتي سالب 196 تعال نقرأ كده ال y position 103 اكبر كده الشاشة مع حبيبي عشان يشوفوه اهي فاقصى اليمين اقدر اقرى ال y position current الحالي ما انا ممكن دلوقتي اغير ال position y واروح اقرأ واروح اقرأ ال y اتغيرت بقت 47 حبيبي معايا تمام طب لو ان هي كده يبقى ال y بتاعتها كام دلوقتي 130 طب هنختبر ونقول نزوم كده ونشوف كده مع بعض هنختبر ونقول لو ال y position سال 196 الاجابة هنا لو انت مكان الكمبيوتر حبيبي ولو انت مكان الكمبيوتر حبيبتي في البيت هل تقدر يترد وتقول true or false yes ولا no نعم ولا لا هل ال y position الحالي للتفاحة سال 196 انا اقدر اجاوب اقول انا اللي شايف قدامي على النبتوب 130 فهيقول no false اذا مش هينفز الجمل اللي جوه التركيبة f مال هيخرج برة f ويقول change y سال 10 نزل للتفاحة ايوه 10 خطوات ولكن لأسفل هيكرأ ايوه هيكرأ تاني الشرط تاني وينفز الجملة بتاعت الشرط ويقول والله يوم ما تقول في الشرط true هبدأ انا انا افزلك ويقول ويبدأ اطلع التفاحة تاني فوق ويبدأ عملية لوبنج تكرار تعالوا نعمل تست كده حبيبي ونشوف مع بعض انا هضغط ضغطة واحدة على في المنظر ده طلع للتفاحة فوق تاني عشان تبقى خدعة بسيطة المخرجين بيعملوها وكأن التفاحة اختفت وكأن فيه تفاحة جديدة تولدت وكأن فيه تفاحة جديدة سقطت من الشجرة ونزلت ليا من اعلى الاسفل وهو ده شغل البرمجة اللي نقدر وحبين كلك يا حبيبي تتعلموا ازاي ترتب خطواتك بعد ما تفكر للسيناريو اللي انت عايز تعمله ايه او شكل اللعبة في الاخر يتم ازاي واليوزر يضغط على ايه وإيه اللي يتم هو ده اللي انا حابب نوصل بيه ان شاء الله في نهاية تعلم برنامج بمجرد التفاحة سقطت من اعلى الاسفل ولما وصلت واتغيرت التفاحة بتاعها فوق ونزلت ثاني كم مرة يا مستر عدد لا نهائي أما لو كنت حابب تتكرر عشر مرات خمس مرات عدد محدد ايوه عدد محدد من المرات كنت استخدم اللي اسمه ربيت معي حبايبي ثاني طيب ايه اللي انا حابب اكمله للتفاحة انا عايز استورد جديد كاست جديد يكمل معي اللعبة ويقول طبق بسيط كده يتحرك مين وشمال ويقول لي مين معايا وابدأ اعمل نيو سبرايت جديد حد يفاكر معايا اهي نيو سبرايت جديد بضغط على نيو سبرايت فروم لايبراري بتاعت البروجرام وهيبدأ البروجرام اللي سكراتش يعرض لي مجموعة من السبرايت او الكاست ودي عالم السينما كله فاهم الكلم اللي بقوله كل كاست او كل سبرايت هيبقاله دوره ايه في المصرحية او دوره ايه في الجيم اللي بتم على الستيتج خاشبة المصرح تمام كده انا حابب اقول انا استخدمت التفاحة المرة اللي فاتت هبدأ استخدم الطبق الجميل ده حدده واضغط على اوكي حد معايا هستخدم طبق سبرايت جديد هو واضغط على اوكي عشان يبدأ منطقة السبرايت مين معايا ها مين معايا منطقة السبرايت تقول لي انت بقى عندك ها في الفيلم ده في الجيم دي عفوا ممثلين اتنين ممثلين كل ممثل هيبقى له دور في اللعبة بتاعتي التفاحة دورها تتساقط من اعلى الاسفل توصل لنهاية الحفة السفلة للستيتج هتختبر اف وهتقولها تعالي تعالي هو الواي بوزيشن الحالي بتاعك وصل لسلب مين ستة و سعين طول ما كانت بتجاوب وتقول نو فولس لأ هي بتستمر في التساقط تشينج الواي باي سلب عشرة اما اول ما تقول ايوة يا مخرج ايوة يا مبرمج انا وصل الوزيشن الحالي بتاعي لسلب مين ستة و سعين انا وصلت لنهاية الستيتج المخرج يقول لها انا مجهز لك الامر الجديد بتاعك يقول لك ست الواي بوزيشن تو مية سعين اطلاعي فوق تاني يا تفاح يا جميلة عشان اليوزر اللي هيتفرج على المصرح بتاعي يخيل له كأن التفاح بيتغير تمام بقى ايه لي انا محتاج كاست جديد المخرج قال لي كده اللعبة فيها كاست جديد فيها ممثل جديد طبق جميل هيتحرك يمين وشمال بالاسهم بتاعت الكيبورد علشان اليوزر وحبيبي في البيت يلعبوا اللعبة الجميلة ايوة نبدأ نحرك الطبق يمين يجمع تفاح نبدأ نحرك الطبق يصار يصار يجمع تفاح طب لو الطبق لو الطفاحة جريت مني انا ملحقتش الطفاحة اجمعها ملحقتش اجمع التفاحة يبقى خلاص راحت مني مش هيبدأ يكرر او يجمع عندي الاسكور بتاعتي طيب نكمل اللعبة بتاعتنا ونقول انا لما نزلت البول سبرايت اهو اسمه بول اهو بول سبرايت وهبدأ اقول المكان بتاعته فين الوالبو البوزيشن بتاعته فين اهو البوزيشن انا اللي ابدأ احرك بالضبط حركت الكائن مكان ما اعايز المخرج بيقول لي ايوة انا عايز في الكادر كده يبقى الطبق هنا عايز اعمل له تصغير شوية عندي ادوات كتير جدا فوق شريط الادوات مين فاكر معايا شريط الادوات فوق اهو اقدر اعمل شرينج تصغير للصايز بتاع الكائن تحجيم للكائن اعادة رسم حجم الكائن اصغر وكبر الحجم ولا اكبر انا عايز اعمل شرينج زي ما المخرج قال لي ضغط على الايكونة ظل الماوس معايا شكله متغير اهو واخد شكل شرينج ايكون ونزلت على السبريت اللي انا حابب اعمله شرينج واضغط اضغط كمان طيب كمان مرة اضغط تاني اضغط اضغط كمان انا عمل اضغط ها اللي بيتم حبايبي ملاحظة جميلة اللي سبريت بيري سايز بيغير الحجم بتاعه ولكن بالتصغير طيب انا حابب اكبر كمان مرة اطلع فوق على جرو ايكون ضغطت عليها ضغطة واحدة وعملت فريلي الموس سحبت الموس معايا ورحت على الكائن قبل لا انا عايز اعمل ايه تكبير للكائن ايوه البول اللي هو الطاقة جميل ده اضغط ضغطة كمان ضغطة طيب كمان وانا بضغط بيكبر الكائن معايا بمجرد ما ببعد بالموس عن ايوه حبايبي بعدت بالموس عن الكائن الحالي اللي انا كنت بالضبط كده بدأ يعمل لي ايه ايو بدأ يعمل لي يبدأ الموس يتحرر خلاص وابدأ احرق انا عايز اعمل ايه اللي انا عملته مع طفاحة هعمله مع بالضبط كده مع الطبق الجميل ده بس عايز احرقه يمين وشمال ولكن وفقا لحدث ايه هو الحدث اروح لقائمة جميلة جدا في الاسكريبت تاب اسمها event ييس ده غطة على ال event ظهر لي events اللي بيها المخل بيقول للممثل لو سمعت جرز الباب قول مين افتح الباب لو سمعت لو عندما يبقى في حدث هي دي البرمجة هقول win flag icon clicked والله لما يتم الضغط على الفلاج icon ابدأ اللعبة ولا ابدأ اتكلم ولا ابدأ لون ولا يبدأ نقول حاجة ولا win space key pressed انا عايز في الطبق الجميل يتحرك وفقا ليه لما اقوله بفمي كلام ولا لما اضغط على الاسهم يبقى هضغط على win ايوه بالضبط كده ابدأ تصغير تاني كده عشان حبايبي في البيت شوفوني واستخدمت ال event اسمه win space key pressed انا مش محتاج ال key space انا محتاج الكائن اللي اسمه او ال pattern اللي اسمه ها yes right right arrow right arrow اللي هو السهم اليمين في الكيبورد عشان يحرك للطبق لجهة اليمين انا محتاج يعمل يدي الوقتي ببساطة جزء جدا هروح على الموشن واقول والله كل ما يتم win right arrow key pressed فقط اللي يتم انتو عالفين لاني احنا عملنا بس win right arrow key pressed بنفس الطريقة اروح على ال event واسحب ليه 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 click mean يا مستر ما انت قلتلنا click mean يا مستر على السكريبت اللي عندي اهو حبايبي click mean على السكريبت عندي واقول duplicate duplicate معناها عمال لنسخة كمان ايه الجمال ده جمالك يا سكراتش عملت win right لا احنا عملنا win right خلاص اقول win lift اهي lift arrow key pressed حرك تنزل x و y مين فاكر معايا انا بحرك باي عشرة بيتحرك لليمين يبقى انا عايز احرك لليسار سالب عشرة برافو عليك حبايبي يلا نعمل نروح على الابل الاول ونشوف الفور ايفر هتتكرر امتى هتشتغل امتى التفاح الجميلة اضغط على ايفنت تاني وابدأ اسحب بقى ايوة كده عملية نقل لمعرفة جميلة بدل بقى المراضي مايتشتغل فور ايفر بالضغط هنا لا هتشتغل win flag icon click يس يلا كده نجرب مع بعض ونقول نعمل maximize للستج بتاعتي لخشبة المسرح عشان المتفرجين اللي معايا هيبدأوا يشوفوا اللعبة الجميلة معايا والتفاحة مش عايزة تنزل لان ما ضغطش ما لسه ما تمش الحدث ما وقعش الحدث الحدث اللي عندي win flag icon clicked اهي لما اضغط على الفلاج icon اتنفذ الاسكريبت بتاعه القابل فقط لكن لسه الاسكريبت بتاع الطبق الجميل اللي هيعمل collecting للتحرك يومين وشمال ها يلا يمين طب شمال الله الله يمين ينهر ابيض شمال طب انا هجمع بقى معلش انا هجمع بقى انا هجمع ليه كده بقى ليه كده ليه ما تجمعش اه ما انا لسه ما قلتش الكمبيوتر بينفز step by step اللي المبرمج يقوله عليه يا حبيبي الكمبيوتر مش بيفهم من ذاته لكن الكمبيوتر بينفز التعليمات اللي يقولها المبرمج كلكو هتوب برمجين ان شاء الله كلكو هتوب برمجين حبيبي ببساطة جديدة جدا نقول هوانا بقيلي ايه دي الوقت بقيل ان انا اقول والله لو ايه الحدث الجديد لما يحصل تاتشنج تاتشنج ما بين الطبق وما بين الطفاحة ايه اللي يتم هو ده اللي انا عايزه انتو حبابي تعتقدوا معايا اقترحوا علي وقولوا ايوه لما يحصل تاتشنج ما بين الطبق وما بين القبل ايه اللي يتم تختفي القبل وتبدأ تظهر من فوق ويتم بس خلاص عناية لكم نبدأ نكرر ونبدأ نجرب الموضوع ده فيش اي مشكلة خالص ان شاء الله الوقت دهمنا ان شاء الله وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة على امل اللقاء بيكم في حلقة جديدة باذن الله ان شاء الله الاسبوع القادم ونكمل اللي عبة الجميلة ونكمل مفاهم البرمجة عشان كلكم تنفذوا تنفذوا الجيم الجميلة دي وتفكروا بقى كده وتخترعوا وتقولوا والله يا مستر لو احنا حابين السرعة بتاعت القبل تقل والله يا مستر لو حابين لو في اكتر من قبل هي هتبقى طفاحة واحدة كمان يا مستر لو سمحت فيه سؤال بيحيارنا دلوقت هو لو التفاحة ظلت مستمرة تتساقط من اعلى الاسفل لكن في مكان واحد افقيا اهي قدامي اهي يعني معناها ان انا لما حب حقق لما حب حقق اللي سكور بتاعي ده انا كده حقق 100% مفيش ولا تفاحة هتهرب مني اه فكر انت وقولي على الحلقة اللي جاية ان شاء الله نجمع المقترحات ونقول ايه الحلول المقترحة نقدر نعمل ايه عشان نخلي اللعبة بتاعتنا جميلة ونبدأ ننافس بيها بعض ونبدأ نقول مين يفكر اكتر ومين يحل مشكلة البروبلم سينيوشن مين بدأ يكتسب مهارات البرمجة عشان لما يبقى وزير في بلده او يبقى محافظ او يبقى معلم او يبقى دكتور بالضبط كده يبدأ يفكر في المشكلة بتاعته ويبدأ يحلها بترتيب منطقي علشان نارتقي بمصران الحبيبة ونعلو بيها على مستوى العالم حبيبي سعدت بيكم على امل اللقاء بيكم في حلقة قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته